شفنا استراتيجية بص العصفورة وباضح أنه ديات الاستراتيجية اللي بتحكم الرياضة في مصر وكورة القدم تفتعل أزمة علشان تخلص بها أزمة تاني خالص لكن هناك كلام كثير في الغربال وماذا بعد اعتراف الكاف احنا شفنا ما حدث للأهل في نهاية دورة الأبطال الأفريقيا وعلى فكرة يا جماعة دي القضية اللي لا يجب أن تموت أبدا ولا الناس تسكت عنها وكل شوية المفروض النادي الأهل يبعث للتحاد الكرة ويبعث للوزير إيه الأخبار ماذا بعد تحديد المسؤوليات اللجنة اللي شك اللجنة الجرد أو حصر الخسائر اللي لحقت بالأهل نتيجة خسران دور الأبطال كانت الحزبة خمسة مليون دولار من جوائز ضعت على الفريق لجوائز محتملة في كأس العالم للأندية لبطولة الصور بجوائزها لحقوق الرعاية اللي بتنمو وفقا للتتويج كل ده قدر بخمسة مليون دولار نهيك على الخسائر الأدبية الخسائر الأدبية والقيم المعنوية دي كلها حاجات ضعت على الأهل الوزير بعد مشاكل لجنة لتقص الحقائق كشفت عن المسؤول وكشفت عن مين السبب وحددته شورت عليه واتبعت بيان اللجنة لاتحاده الكورة طيب ماذا بعد حتى الآن ولا حاجة لكن كانت جديد الحقيقة تعقيد مستر باترس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي في تصرحات مهمة له في جنوب أفريقيا عن ما حدث للأهل في دور الأبطال تحدث باترس موتسيبي عن أثبت نهاية دور الأبطال اللي يقيم في المغرب وقال في تصرحات لوسائل إعلام بلاده إن هناك العديد من البلدان التي ترغب في التنافس على استضافة بطولات الكاف ولكن لا يمكنك التنافس بدون الدعم الحكومي وأضاف في نهاية الأمر كانت هناك دولتان المغرب والسنغال والتزاما بالشروط أدركت بشكل خاص أنه لا يمكنك أن تكون رئيسا دون أن تلتزم بالقواعد واللواح لذلك التزمت بالقوانين وأضاف بموتسيبي قلق الأهل من تعرضه لعدم العدالة من خلال خوض لقاء الودات في المغرب هو مصدر قلق مشروع كان عنده حق يعني وعادل لأن المشكلة الوحيدة التي واجهتني هي أنني لا أستطيع أن أكون رئيسا يتجاهل القواعد والقرارات وقال أنه الاتحاد بيدرس العودة لنظام الزهاب والقياب وقال رئيس الكاب سنقوم بإصلاح ذلك هذا لن يحدث مرة أخرى وقال أنه عندما جئت في الاتحاد كانت هذه اللواح وهذا النظام موجودا لم أستطع تغييره تم اتخاذ القرار قبل قدومي سنخد المباراة نهاية من مباراتين هل يمكنك تخيل شعور مشجع الأهلي في مصر وبالطبع مدربي المفضل بيتسو موسيماني يعني بيقول أنا متخيل اللي حصل للمشجعين في مصر وللنادي الآلي ويمكن قال أنه هو تفهم استياء الكابت المحمود الخطيبة على منصة التتويج أنه شايف أنه كان عنده حق أن المسألة فعلا ما فيهاش عدالة بس يقولك مش في إيدي لأن التعليف ذلك يا صدر إبراهيم عندما يقول لك أعلم أن الأمر ليس فيه عدالة ولكني أتمسك باللواح من الذي أتاح أن يكون الظلم مقننا على هذا النحو الغير مسبوق والمريب جدا للأسف الشديد الاتحاد المصري الاتحاد المصري الذي فعل عامدا أن يحرم الأهل من هذه الفرصة العدلة أي يعني قال لك محدش تقدم غير ولم يبقى إلا سنغال والمغرب والمغرب وأنا قلت لك أن دي كانت لعبة فيها مصالح وتبادل مصالح يعني النادي الأهلي ويتخذ هذا القرار أنت بتقول موضوع لا يجب أن يموت إلا باستعادة الحقوق أول خطوة من خطوات التعويض عن الحقوق الضائعة المهضرة بفعل فاعل للأسف داخلي هو المطالبة بالتعويض عن ما حدث من خسائر مادية والأهلي قدرها بمنتهى البرعة والذكاء يعني حصل على التقرير الرسمي الذي انتهت إليه اللجنة اللي حققت في هذا المضوع من وزارة الشباب الرياضي فحتى لو كنا احنا مش مرتاحين إن اللجنة مشوريتش وألزمت الاتحاد المصري إن يتخذ منها الإجراءات لمعقابة المخطئ في هذا الخطأ العام إلا إن النادي الأهلي كان يعني يخطط لأمر أكثر أهمية أديني بقى النتيجة دي وأنا حتصرف حقوقي مش حيضايحها للإتحاد المصري تاني أي أنا حعرف خدها لأن الحقوق الأدمية هتجيبها إزاي ما خلاص فيه أمر واقع على الأرض الواقع إلا إذا كان الإتحاد الدولي حيرى والإتحاد الدولي مش هيعمل كده طبعا هي اللي ما بيسده خلاصهم البطولة فلم إذا أولا النادي الأهلي من الناحية الأدبية حصل على الاعتراف الرسمي والحكومي والقانوني والرأي العام أنه كان ضحية اغتيال معنوي واغتيال في الحقوق بفعل فاعل وعن عمد وللأسف من الاتحاد المصري أو من عناصر داخل الاتحاد المصري لم تحاسب حتى الآن ولكن إذا سكت قيادات الاتحاد المصري يبقوا ما ضالعين في الأمر أو أعجبهم أو موافقتهم ضالعين في الأمر فكمان إن دي خطوة وإن دي خطوة ممكن توصل لنتيجة توصل لنتيجة وتطمئن الناس إن الأهلي مش ناوي يعدي الأمر كده خاصة إنه يطلع شوت في الاتحاد المصري يبدأ يتقال آه إحنا غلطنا والأهلي عنده حق وما كانش صح نعمل فيه اللي تعمل ده ده كان رأي في لحظة صدق وأمانة مع جمهور الأهلي تحديدا لأنه كان كلامه لجمهور الأهلي واضح جدا متأثر بزع الجمهور الأهلي من اللي حصل على الأقل منه هو شخصيا النجم المحبوب محمد بركات اتكلم بفضفضة كانت ملحوظة جدا نسمع لازم أول حاجة نعملها إن احنا نبص في مراية أما تحصل مشكلة مع النادي الأهلي في الجواب بتاع استضافة النهاء الأفريقي أسرت أسرت تقعصت أنا كالتحاد كرة كلفت النادي الأهلي بطولة أفريقيا السنة السببب الأساسي إن التعاد الكرة كان مقصر النادي الأهلي لو كان لعب في أي ملعب تاني غير المغرب النادي الأهلي هيكسب البطول لأن النادي الأهلي فنيا في حتة تانية خالص مع كامل الاحترام لإخواتنا المغربة اللي حز في نفسيتي شوية ناس كتير وخبته الجواب ومش عارف إيه الجواب والله العظيم قسما بالله العلي العظيم ثلاثة وحيات أولادي الجواب ده أنا لا أعرف عنه أي حاجة ولا المجلس يعرف عنه أي حاجة ولا ظهر من أساسه دي فيه نحنة التسعة شاف فيه غلط أو وصل الجواب وصل فيه حد مسؤول إن الجواب ما طلع آه فيه حد مسؤول إن الجواب ما طلعش بس قول لي أنت مؤثر قول لي أنت مهمل أنت مش متابع كويس أنت 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 حاجات دي والله العظيم على الرأس بس فكرة أنت خبيته الجواب لا أنا مصلحتي إيه كمحمد ده ده النادي الآن النادي بتاعي الجمهور اللي زعلان دوت هو اللي أنا كنت راجع من قطر مخلص عمل أسوأ سنة في حياتي هو اللي وقفني وهو اللي وقفني وهو وهو ولكن هي في الآخر هي حيقول لك السموظ مضل لا هو التحدي الكور دي غلطتنا من الأول كان لازم الكلام دوت يحصل يعني هي مسئلة واضحة وأنا بس أنا عايز أضيف نقطة الجمهور بقى شايف كل حاجة استقيله امشوا على فكرة ده مش حل ده انت بتريح بين الغلطات الحل من الاستقالات مش هتحل ما هو إقالة عشان يبقى نوع من الحساب يا إما محاسبة المخطئ الكلام اللي بيقوله كابتن بركات هو ده اللي مدايق النادي الاهلي انتوا عارفين ان الموضوع ده لم يعرض طب لماذا لم يعرض ما تقول إيش ده ساه لما كانش اتبعت للوزارة جواب مبتصر خالد داسم شايل منه اهم حاجة فيه ان انت شيل ان الاندي المشاركة المصرية كان وقتها القال واذا مالك موجودين اي اصحاب مصلحة ان البطولة تصطدها ويحصل يحصل بعد كده يا سيدي لما وصلتش الاندي المصرية عايز تعمل زي السنغال وتنسح كنت عملت كده لكن سوء النية انت انت شفت الخريطة ماشى ازاي وكان فيه واضح بين المسؤولين المصريين دوي المكانة والحيثية والمسؤولين المغاربة دوي المكانة والحيثية اتفاق ما في مصالح شخصية ما لهاش دعوة بصالح الكرة المصرية خالص ولكن كان على حسابها طيب نقطتين كمان مهمين في كلام الكابت محمد بركات في كلامه الحقيقة فيه نوع من الاعتراف والمصارحة للجمهور وكان واضح ان خطابه الجمهور الاهل اللي هو عازز عليه ان الجمهور يهجموا او ينتقدوا والجمهور زعل وزعل من باب العشم لانه الناس حتى قالتلك طب ماشي مفهوم النسين وصد وعين ودال في المجلس ما عندهمش مشاعر تجاه الاهل وما عندهمش حرصة على مصلحة الاهل طب محمد بركات فينه خالد الدرنداني فينه عشان كده تمت المشاورة تحديدا على اسمين كبار في الاتحاد ليهم قيمتهم بالذات ان الجمهور شايف انه الاهل مش طالب حاجة اللي حقه العادل انت مش هتجملني افهم ان الكلام بركات انه اه انه الاتهام بان هو تخازل او تقاعس او تعمد مش موجود ولكن هو عرض عليهم الخطاب زي ما بيتقال متأخر جدا ومعرفوش بي اللي متأخر طب مين السبب في تغييب هذا الخطاب او هذا العرض ما في النهاية انت عندك نظام في الاتحاد ومين اللي لعب فيه لما بركات يحلف بالله العظيم ثلاثة وبولاده انه هو والتسعة في المجلس ما يعرفوش حاجة عن الموضوع مين اللي اخفى الموضوع مين اللي تعمد تغييب فرص التنظيم مصر للمباراة عشان يضر بالاهلي اخطر ما في الموضوع هي رؤية انا فرد لان المجلس ما اتخذش رأيه هو احنا عايزين ننظم بيه عشان نبعد للوزارة بالضبط ده اولوياتنا مين اللي مصلحته ان يشيل تنظيم اه 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 ابطال دور الابطال دور الابطال ده واحد عايز يشيل ده ويبعد للوزارة وبعدها بدون قرار مجلس ادارة فيه ايه يا جماعة سوق نية وطورية للمسؤولين في التحدي اكتر من كده ايه اللي هم بيتطبطبوا على على هذا المسؤول ليه يا جماعة هي دي النقطة بلاش علامات استفهام كتير بدون اجابة يعني الاهلي عندوكو حق عندوكو حق عندوكو حق الوزارة عندوكو حق و بعدين طيب و بعدين ما يقولك مين اه فين السعجاء كمان كلامك كابتن بركات انه عدم استضافة مصر للبطولة هو اللي ضايع على الاهل حق او فرصة احراز اللقب ده كلامنا انه الراجل اللي عيب كورة كبيرة وشايف الفوري الفنية لصالح الاهل وقالك فرقة الاهل الفنية في حتة تانية وان المباراة لو اتلعبت في اي مكان غير المغرب فرصة الاهل القوية في انه يفوز بالبطولة وبيأكد ان احنا ما عندناش تعمد لده طب عملتو ايه ايه الخطوة اللي اتعاملت للمحاسبة اللجنة الوزارية شكلت اتشكلت وحققت وشورت لكو وحددت ان المسؤول بشكل مباشر اللي در التنفيذية طب انتو الاستاذ جمال علام طلع مع الاستاذ احمد موسى وبيحلف برضو هو اراخر انو يوم ما نعرف مين اللي غلطان يا انا امشي يا هو يمشي طيب اتعرف مين اللي غلطان والإدارة اللجنة الوزارية حددت لكو مين اللي غلطان وانتو عرفتو مين اللي غلطان لا انت مشيت ولا هو مشي نمشي احنا بقى ولا ايه هو ده المطلوب ايه 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 انت فاكر طير انت عشان كده انا بقول لبركات ما هو زعل الناس وغضب الرأي العام وعتاب الجماهير علشان كده انو حتى لما تم تحديد الخطأ فين ما تمتش اي محاسبة ولا اي شي خالص يطلع بس الدكتور يهاب الكومي او اي حد اسفين او كابتن حازم يقولها في المؤتمر صحفي على السحياء احنا بنعتزد للاهل وبصوت واطي يعني يا جماعة انتو بتتكلموا فيه تصرف ضيع على فريق دور ابطال افريقيا ما هو انت تعتذر اه حتى لو حسبت المسؤول تعتذر لان ده سوق ادارة منك اه بلا سوق ادارة ده انت ما كنتش تحظى بال هقولها بالاحترام الواجب من موظف عندك لو شايل همك لو بيحترم صلاحياتك لو بيحترم التسلسل القيادي ما كانش اتصرف بذيل جراء ده كلام واضح جدا جدا اذا بعد اعتراف الاتحاد الافريقي ومتسبي وتفهمه لغضب الاهلي واستياء الكابتن الخطيب اعتراف الكابتن محمد بركات واعتزاره لكن وبعدين الوزارة حددت والاهلي احصى قيمة الخسائر التي تعرض لها بسبب هذا التصرف اللي محدش عايز يحاسب عليها هنفضل متابعين هذه القضية لانه زي ما قلتلكم المسألة كبيرة والسكوت عنها خطأ جدا وانا شايف انه اول الناس اللي المفروض تطالب بدا الدكتور اشرف صبح وزير الشباب الرياضة لانه سيادتك ما بعدتش نتائج هذه اللجنة للوزارة عشان تتعلن للرأي العام وجمهور الاهلي يهدى ويسكت هذه اللجنة فيها سادة افاضل قانونين كبار في الوزارة حققوا دققوا وحددوا ماذا بعد مع كل التحفظ الشديد على فكرة ان لجنة وزارية يكلف بها السيد وزير الشباب والرياضة تحقق في حاجة فتوزر توصيات دي في علم الادارة علامة استفهام كبيرة علامة تعجب كمان لانه انا افهم انه معالي الوزير تصدر عنه قرارات للاتحادات قرارات بالذات لما تشكل لجنة انت اللي شكلت اللجنة فالمفترض كان يفهم انه اما وقد انتهت اللجنة المشكلة من كذا وكذا ووفقا للقانون 71 لالفين وسبعتاشا والليحة المالية الموحدة وكل بنودها تدي الوزير السلطة الكاملة في المراجعة والمراقبة على الاداء المالي والاداري للهيئات الرياضية ومن بينها اتحاد الكرة القانون بيخوله اتخاذ ما يراه ضد الادارة التنفيذية على فكرة لايحة السيد الوزير والقانون بينصه على انه المتابعة بتاعته غير كافية غير قصرة على مجلس الادارة رئيس واعضاء تمتد الى الادارة التنفيذية نفسها باللفز فكان المفترض اللي انت منتظر سيادتك مجلس دارة الاتحاد ياخده كان المفروض الاولى ان الوزارة هي اللي تاخده بموجب هذا البيان الصادر عن لجنة التحقيق اما وانه تم الممارسة الغريبة انه دي توصيات طيب التوصيات عشان ايه عشان جمهور الاهل يهدى ويسكت وحق الاهل يضيع ولا علشان نعالج الخطأ ونرجع للحق لصحبه حتى الان القضية مفتوحة على هذا الجدل الغريب في انتظار ما يحدث لانه لو انتم معتقدين انه بيان من ورقتين هيهد العملية ويقفل الملف لا ما اعتقدش ابدا هتنتهي الامور عند هذا الحد اشتركوا في القناة